هز زلزال قوته سبع درجات جزيرتي بالي ولنبوك السياحيتين في اندونيسيا مما دفع إلى إطلاق تحذير من أمواج مادة تسونامي كما أثار الفزع بين السائحين والسكان وشهد العديد من الأشخاص هم يفرون من منازلهم المتضررة حاملين أطفالهم فيما أغرق انقطاع القهرباء المنطقة في الظلام عقب الزلزال وذكرت وكالة مواجهة الكوارث في اندونيسيا أن الزلزال الذي وقع على عمق 15 كيلو مترا أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مادة تسونامي لكن السلطات ألغته لاحقا وقبل أسبوع لاقى 14 شخصا حتفهم في لنبوك في زلزال قوته 6.4 درجة